اهلا وسهلا بكم اليوم مع فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن منطقة الصدر تدبير افاته واهم الشرائح المستخدمين. وبنرسم المنطقة الصدغية بهذا الشكل واهم ما يميزها انه الفرع الجبهي من العصب الوجهي يكون سطحي ويمكن اذيته بسهولة. لتحديده بنرسم خط بتين كايز. نحدد نص سنتيمتر تحت زنمة الاذن. وسنتي ونص فوق الحافي الوحشي للحاجب. وبنرسم خط. هو خط بتين كايز. والعصب ممكن يكون موجود به هذه المنطقة. عنها الافي. بناخد مقطع عرضي المنطقة الصدغية مر بالافي وتكون الطبقات كالتالي. الجلد شحم تحت الجلد. السماس. ثم الطبقة شحمية تحت السماس التي يعبر خلالها الفرع الجبهي من العصب الوجهي. وبعدها العضلة الصدغية وعدم الصدغ. لنضمن سلامة هذه المنطقة لازم ما نوصل بالمشرة لهذا المستوى. فبنقطع العصب. دائما الاستصال بيكون جلد وشحم تحت الجلد. ما حواف امني بهذا الشكل. ونترك سماس كمنطقة فاصلة على العصب. اهم شريحة بالمنطقة الصدغية هي الشريحة المعينية. نقيم حركة الجلد بهذه المنطقة. ونحدد المحور الذي تتحرك فيه الشريحة المعينية بهذا الشكل. وبنرسم خط عمودي عليه وبيكون موازي لأحد اطلاء المعين بهذا الشكل. وبنرسم زاوية 60 درجة. بعدين زاوية مئة وعشرين درجة. ستين مئة وعشرين. وهيك بيكون نحددنا المعين. والشريحة المعينية المجاورة. بنفس الطريقة من قيم حركة الجلد. بنرسم اسهم للحركة. وعموديا عليها خط. بيكون موازي لأحد اطلاء المعين. وبنرسم معين بستين ومئة وعشرين درجة. ونحدد الشريحة المعينية بهذا الشكل. ونحاول نرسم مسار الفرع الجبهي من العصب الوجهي. بتحديد بطين كايز لاين بهذا الشكل. بعد التعقيم والتخضير الموضعي نبدأ بالاستئصار. أحد اطلاء المعين بهذا الشكل. بهاي المنطقة. نحاول ندخل المستوى تحت الجلد. ونحاول نسلخ الجلد على السماس. لنضمن امان العصب. بهذا الشكل. حتى نكفر الاستئصال. نرفع الجلد قدر المستطاع. وهيك نضمن امان اكبر للعصب. ونبدأ باستئصال المعين. الحاول الآفي. بهذا الشكل. ومنستقص الشريحة المعينية المجاورة بنفس الطريقة. نرفع الجلد عن السماس. ومنقص الشريحة. ونتأكد من حركيتها. ومناخد قطب الجراحية بالزاوية العلوية من الشريحة المعينية. لتحريك الشريحة بالاتجاه الزاوية العلوية من المعين. بهذا الشكل. ومنقرب هنا على بعض. ومناخد قطب الجراحية اخرى بالزاوية الثانية للشريحة المعينية. ونربطها مع هاي الزاوية. وهيك بيكون حركنا الشريحة المعينية بشكل كامل. ومناخد القطب الجراحية الثالثة المهمة لتسكير مكان الشريحة المعينية. وتكون بهذا الشكل. هيك بيكون ضمن تسكير مناسب وبنتائج تجميلية جيدة جدا. وبعدها منسكر جميع حواف الجرح بالقطب جراحية متفرقة بهذا الشكل. مع الاسف هذا الماسك ما بيعطينا اليوم للجلد الحقيقي. فتشوف الصعوبة باجراء الخطب الجراحية. وغالبا ما تترافق شرائح المعيني مع تشوء اذن الكلب. مثل هاي المنطقة. منستقصل الجلد الزايد على شكل مثلث. يكون محور الاستقصال بعيدا عن قاعدة الشريحة. ومنستقصل المثلث بهذا الشكل. ومنخيط هاي المنطقة وبيعطينا نتائج تجميلية رائعة جدا. وهيك بتكون النتيجة النهائية. ثاني اهم طريقة للاستقصال بمنطقة السطغية هي A2D بلاستي. نرسم مثلث حول الآفة بحيث تكون متتابعة مع احد التجاعد حول العين. وقعت المثلث على خط الشعر. ومنضيف على الرسمي مثلث تحت السلف. ممكن نحتاجه لنستقصله في النهاية. ومنستقصل المثلث بنفس الطريقة. نبدأ باحد الاضلاع. وبعدين منحاول نسلخ بين الجلد ومنطقة السماس. وبنرفع الجلد لنحمل العصب. ومنكفي استقصال المثلث بهذا الشكل. وبعدها بنفتح الشرائح على خط الشعر. باتجاه الاسفل. وباتجاه الاعلى. هذا الشكل. نتأكد من حركية الشرائح. ومناخد قطبي جراحي بين حافتي الشريحة. حتى تسكيل الشريحة يتم بهذا الشكل. بعدها نحاول نتأكد انه ما في شد كبير على حواف الجرح لنضمن نتائج افضل. ونشوف انه في عنا زيادة بالجلد. فبناخد هذا المثلث تحت السالف. بعطينا امكانية اكبر لنقرب حواف الجرح بنتائج تجميله افضل. وبقطب جراحي متفرقة نقرب حواف الجرح. ما هي اهم الشرائح التي يمكن استخدامها عمليا في منطقة الانف. وشكرا جزيلا على المتابعة. وان شاء الله الفيديو يكون مفيد للجميع. موسيقى